احترقت أشياءها كلها جهدها إمكاناتها وحتى حلمها بإكمال تعليمها الجامعي كاد يتلاشى بسبب حريق التهم ما يسمى سكنا تتشاركه مع ثلاث طالبات أخرى نحن كنا بالجامعة ندرس كنا أمس ساعة حشرحت مام وشرحت الكهرب وحرق كل ما نمتلكه من الملازم من الأدوات من الملابس من المصارف المالية بداخلها كنا نلافجه بعض الطالبات وقعت لها حالة نفسية تمتزج دموعها على كل ما تراه الطالبة نمر سعيد أما زميلاتها فتقول المعلومات أنهن في وضع صحي ونفسي متدهور نحن جينا نطلب العلم جينا ندرس في الجامعة جينا طالبين العلم والآن محدة من طالبات الله وقعت لها حالة صدنا جاءت وشافت كل ما يمتلك التكاليف حقها كل ما هي من أول السنة إلى الآن تكتب فيها وجاءت شافتها قالت خلاصنا الحمد لله لقد هي سنة ثانية قالت خلاصنا أروح لي وقعت عندها كذا حالة ونرى أني راح أتعالج لها عندما يحصل هذا الحادث أكيد في تدمير للنفسية قبل ما يكون تدمير للمحتويات المادية لا أدري كيف ستكون نفسيتهم بعد هذا الحادث هل سيقدروا أن يتقاوزوا هل سيظل ذلك الدافع للتعليم موجود أم سيتلاشى أكيد نتمنى من القهات أنه تدعم هؤلاء الطالبات ومن مثلهم يعني حتى يظل ذلك الدافع موجود ويعنينا على هذه الحياة التي أكثر من قاسية من مدرية مجزر على بعد نحو 70 كيلو من مركز المحافظة أختارت نمرة لتسكن في مخيم الجفين بمأرب القريب من جامعة إقليم سبأ حيث تدفعها رقبة التعليم في مواجهة تحديات تضاعفت كثيرا مع هذا الحريق وقد تتوقف عن الدراسة ما لم يتم مساعدتها تلجأ الكثير من الطالبات الجامعيات وخصوصا فتيات محافظة مأربة للإقامة في هذا المخيم الذي يمثل حلا لمشكلة السكن والبعد عن الجامعة التي تفتكر أصلا لسكن جامعي تضاعفت نسب الملتحقات من الفتيات بالتعليم الجامعي بمأرب في الأربع السنوات الأخيرة بشكل ملفت والتي تحولت فيها الكلية الوحيدة والمتواضعة التابعة لجامعة صنعاء إلى جامعة مستقلة بتخصصات متنوعة وذات بنية تحتية جيدة كأبرز نجاح حققته السلطة هنا بعد دحر الانقلاب وتعافيها من الحرب غير أن مطالبات كثيرة بإيجاد سكن جامعي ووسائل مواصلات لنقل الطلبة من وإلى الجامعة ما تزال قائمة خليل الطويل قناة بلقيس مأرب